اشتركوا في القناة امان اتصلت بي وقالت لي انا نفس اعمل كفتة فقلت لها هتعرفي قالت لي يعني جرب الحقيقة طلبت شوات حاجات جميلة انا اتبسطت جدا من التفاصيل السوارة اللي هي طلبتها وقررت ان النهاردة هدوق الكفتة من ايد ايمان عز الدين مع التفاصيل الحلوة اللي انت طلبها هتقول لي رأيك وهقول لك رأيي طبعا وكل المشاهدين هيشوفوا النهاردة ايمان عز الدين وهي بتعمل كفتة حلوة اوي انت طلبت بصل مبشور وزر ورد وملح وفلفل طب ما تيجب نقول المأدير يلا بين يلا بصوتك يلا المأدير النهاردة هنجيب بصل ماشي هنفرموه وبعدين هنفصل التفل نفسه عن المية بتاعت البصر هنعصره كويس وبعدين هنحط معاها التوابل اللي هي عبارة عن زر ورد وده دي خلطة كده يعني لطيفة ولو فيه فلفل حامي ومفروم وملح وفلفل وجسط طيب وزعتر وحبهان مطحون عشان يبقى سهل في الخلطة نفسها وطبعا اللحمة بتاعتنا تبقى ملبسة وانا قلت بقى يعني وهي بتعمل الكفتة اعمل شوية رزة اصفر جنب الكفتة ويلا بينا يلا بينا يلا انت بتعملي ايه بقى تلبس الجوانتي اه اشيها في حتة بصلة كبيرة هنا انشالها انا يعني فكرة دي وصلت لها بعد ماء الكفتة عملت معي مقلب ياما اه كانت اشهر مقلب بتعمله الكفتة دايما مع ايه ستة انهاية تفك وانتي عالكتي ده ازاي قالوا لي بقى هاتي قلم رصاص وحطيه في الده بقيت اجبت دست قلم رصاص من المكتمة تحت وقلت عمل بس انا قلت ساعدك النهاردة انتي بما انك عنديك وصفة حلوة وتدبيلة حلوة للكفتة اه انا قلت ساعدك ازاي نصبع الكفتة يلا ماشي جبتي دي فكرة ده ايوه فكرة كيزة ما كنت بتعملها كده ايوه هنعملها مع بعض كده بس انتي يلا ورين هتعمل ايه ماشي ماشي ايه يلا بدأي انتي هتبدأي طيب نحط ده الاول ماشي انتي نحط عليه التوابل انا بحط التوابل على تفل البصل بتحطي التوابل على تفل البصل ماشي استانيا ودعكم مع بعض كويس عشان تاخد من طعم التوابل طب تعملي كده يعني انتي تعملي كده ايه دي الحبهانة المطحون ماشي زر الورد محتاجين ان احنا يعني نخليه بودرة او يعني عشان تبقاش قطع عشان الكفتة ما تفكش حلو ده لو حطيناه في الكبه طبعا هيبقى الطف بكتير ماشي انتي تحنتيه خلاص اه تحطي ادي لمسة كده حاجة وسيطة قوي ماشي بس بتدي طعم انتي ليه مخدودة 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 جوس تطيب بعد ما شاف محمود صالحها وسمح لها تيجي الستوديو النهاردة شوية باس انا بحبها بفلفل ماشي 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 بس عشان بس الموضوع مي ملح ايوة وحبة زعتر يبقى يبقى ايمان شوية الفلفل المطحون ماشي خلاص اديني بقى حط التوم اللا عليك اللا عليك انت صغير الله عليك هنضعك كده الكلام ده كله مع بعضه يبقى البصل المبشور يبقى البصل المبشور ملح وفلفل وحبهان وزعتر وزر ورد ومطحون ناعم ولمسة جسط طيب صح حصل ونطلع فاصل على ما الكلام ده كله ياخد ويدي مع بعضه كده نعم ونرجع ايه نسبع كفة لسه مكملين معاكم واحنا بنعمل دلوقتي يا جماعة كفة ايمان عز الدين ما يتعمل ايه كفة ايمان عز الدين اخدت المركة لدي مشكلة ايه انا مبسوط منك شف المتعاون شف المتعاون ده جميل قوي والله بجد وانا بقول له الاكلة ده قرفتها حلوة في تقارة الارفة قالت لي هات لارفة اه فجبنا قياه محمود جميل دعني عشان دعني لكي اضطي القرفة! حسني استطيعها! اضطي قليل! حسني استطيع الهسة! هاكذا. هاكذا كفائي! لا تكون اضطي قليل من هذا. هاكذا! انا اعرف عدوها! هاكذا! لا! هي محلوة! غفية! هنا يبقى بعد البصل حيث أداء مع التوابل ويضربوا مع بعض الأصحاب. أثناء الفصل حيث يتبل! حيث يدبل الهسة ويضرب مع الكفتة فلا تفكش منه! اشتروا! فنجي على فكرة هتجي تقول لي حط بصل أقل من الكفت أو أقل من اللحمة عشان ما تفكش حطي بصل أكتر من اللحمة على ما اسئوليتي ومش هتفك برضو يعني مش شرط ومش شطارة أن احنا نكتر لحمة نقل البصل يا إما هي بقى قد بعض يا إما زودي بصل زي نتي عايزة جدي تعم أنا بتعرف أنا بحييكي في إيه يا إمان بحييكي أنك تبّلت البصل التبّيلة الحلوة دي كل ما يعد أكتر بالروايح الحلوة بتطلع هي دي فيها ثلاث أسرار المية عليها شوية زيت شوية ملح شوية فلفل بعد المية تحطي الكفتة حلوة في الصينية كده تبيني الكفتة بيق مية البصل والزيت والمالح والفلفل تلمع وتبقى حلوة كده وجوزي طب يلا عشان نلحق نواليهم صوبعة كفتة هنحط دي على اللحمة هنعجنها مع بعض هنصبع الكفتة كده هو هنحطها تتشمع شوية الكفتة هي تصبعت عشان الوقت استني بس تعالي كده تعالي انت يعني الموضوع كده طيب الكفتة اتصبعت وتحطت في الصينية هتتحط تتشمع شوية في التلاجة ايوا ليه قبل عشان ما تفكش ماشي وتتشمع شوية في التلاجة وبعدين نحطها بعد كده في الفرن في الفرن هندهنها من مية البصل هتطلع قبل ما تطلع من الفرن هتطلعيها اقول لك بقى سر من أسراري انا بصي بقى شايفة البصلاية الورق اللي برا ورقي البصلاية ايوا وخدي ورقة من ورق البصل ايوا وخدي فيها شوية معلقة سامنة صغيرة وتشش فيها في حماية وروح يمغطيها بسرعة الكفتة الله عليك تطلع ريحتها الشوية كأنك جايباها من عند كفتة الحاتي برافو يا ايمان برافو ايه رأيك بقى ايه رأي يمين اول واخر مرة دخلك الموابة ماشي عشت قد العشان برضه بالله بجد بصي يعني ايه هنا هنا انا عايز اقول لكو ان بجد الرصفة حلوة جدا والتدبيلة يا ايمان حلوة وفكرة تدبيلة البصل حلوة وفعلا مش بقطرة مش بقطرة اللحمة البصل هيخلي الكفتة مسكرة جدا وانتي دي مية البصل صح دي مية البصل متابلها بايه ملح وفلفل وشوية زيت الله عليكي طب خدي بقى سقساق الكفتة هنسق ساقها ولا تسيبيلي انا سقساق الكفتة وتقدمي طبقك وقدمي بقى الطبق الجميل بتاعك الكفتة الجميلة اي نوع رز بقى انتي بتحبيه رز ابيض رز اصفر بالشعرية لونه في صدوقي حتى هيزبط انت حطت الفيزات عشان نقدم جبال يا عيني يا عيني ده مخرج يا جماعة ده مخرج انتي بتعمليها في الفرن بس ينفع نعملها في طاصة يا ايمان ينفع نعملها في طاصة وينفع نعمل دي حبوشي يا عيني يا جماله فرغيف كده اه بلادي بس تروحي بقى الفرن تجيبي ايه نص سوى يعني ما تجيبيش الرغيف مستوي من اللي برده قولله هات نص سوى هو عارف عشان الحواوشي انا مبسوط منك ومن وصفتك الحلوى ومن الكفتة الجميلة المنورة وانها وصفة في وقتها لان العيد الاضحى داخل وفيه لحمة مفهومة كتير في كل البيوت فنقدر نعمل منها حاجات حلوة بحييكي على الكفتة الجميلة انتظرتها تeletعني استطع امان في افرصتي انت موجودة وبكوة طبق شكله حلو ويجنن ولا تسلم ايدك ماذا يناقص منك القفتة؟ قفتة تحب ايه؟ صلاة الطحينا قفتة تحب الطحينا قفتة تحب الطحينا قفتة تحب طحينا قفتة تحب طحينا امان نعمر في اصابات بيضة وصفة سهلة وصفة لذيذة حلوة وصفتك والتوابل الجميلة بتاعتك والتركات الصغيرة بتاعت إيمان عز الدين الست البيت المصرية الجميلة التباقة الشطرة تسلم ايدك وطبعا الرز برضو منساش ايه الرز اصفر ابيض اي نوع رز انتي بتحبيه وبالهنة والشفا شكرا لكل الناس اللي شاهدونا النهاردة وتسلم ايدك بفرد محمود ومرسية على الفرصة الحلوة دي وشكرا كل اللي تابعونا نشوفكم على خير ان شاء الله بكرة في حلقة دي لو ستات معرفوش يكذبو يمقوا هادي ونادي يا رجل يا رب اشتركوا في القناة